الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أباني يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك على السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا فأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن